يمكننا أن نميز في قضية تدريس النحو العربي بين اتجاهين أساسيين الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي ينادي بدمج دراسة القواعد النحوية في الدرس اللغوي هذا الاتجاه يرى أنه بالإمكان الاستغناء عن تدريس القواعد النحوية في حصص لغوية مستقلة وأننا يمكن أن نكتفي بتدريب التلاميذ على الأساليب اللغوية السليمة قراءة وكتابة ومحادثة واستماع يستند هذا الفريق إلى أن الطفل يلجأ إلى محاكاة الأنماط اللغوية التي يسمعها من المحيطين به ويحسن استعمالها دون الحاجة إلى شرحها له ولذلك يمكن أن نعلم القواعد النحوية دون أن ندرسه تلك القواعد كما أنه يستند إلى أن اللغة نشأت قبل نشأة القواعد النحوية بحيث كان العرب ينطقون اللغة بفطرتهم وسليقتهم دون الحاجة إلى تعلم قواعدها كما أن هذا الفريق يرى أن القواعد النحوية صعبة وجافة تنفر التلاميذ علاوة على أنها قليلة الجدوى في صيانة اللسان والقلم من الخطأ كما أن تعلم القواعد النحوية في حصص مستقلة يجعل التلاميذ يعدونها غاية في حد ذاته أما الاتجاه الثاني فهو اتجاه يناقض الاتجاه الأول حيث ينادي أصحاب هذا الاتجاه بفصل القواعد النحوية عند الدراسة عن بقية فروع اللغة ويرى أن تدريس القواعد النحوية أمر لا مفر منه حيث يرى هذا الفريق أن تدريس القواعد النحوية يساعد المتعلمين في اكتشاف الأخطاء وفي تجنبها في النطق والكتابة كما أن المحاكاة في الوقت الحاضر غير ممكنة لماذا؟ لأن العمية تسيطر حتى على حصص اللغة العربي وتدريس القواعد النحوية يربي في التلاميذ القدرة على القياس المنطقي والبحث العلمي كما أن الصعوبة المزعومة الناتجة عن تدريس القواعد النحوية هي في حقيقتها صعوبة تعود إلى طبيعة المنهج المدرسي وأساليب التدريس والامتحانات وليس إلى القواعد النحوية في حد ذاته إذن أنت الآن أمام اتجاهين الاتجاه الأول يقول لك من فضلك لا تدرس النحو منفصلا عن اللغة ولكن اجعل القواعد النحوية جزءا لا يتجزأ من نسيج الدرس اللغوي الاتجاه الثاني يقول لك لو سمحت درس قواعد النحو بشكل منفصل عن دروس اللغة المختلفة لأن هذا التدريس يضمن أن يتقن التلميذ استخدام هذه القواعد في حديثه وكتابته للتوفيق بين الاتجاهين فإن الخبراء والمتخصصين ينادون بتدريس القواعد النحوية بشكل منخرط في درس اللغة خلال الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في المرحلة الابتدائية على أن يؤجل تعليم القواعد النحوية بشكل منفصل ومستقل إلى آخر المرحلة المتوسطة مع اختيار القواعد التي تكون لها أهمية وظيفية في الحياة اليومية للتلاميذ ترجمة نانسي قنقر